اشتركوا في القناة تقرر سحب كثيفة إلى كمية من الأمطار إلى غاية زوابع رملية بالمناطق الجنوبية الغربية في حين خلايا رعدية منعزيلة تميز بعض السواحل الغربية والولايات الداخلية الوسطى كالجيلفة مثل الأغواط هذه السحب تمتد لتصل إلى غاية شمال الصحراء والجنوب الشرقي بالخصوص وسط الصحراء أيضا قد تشهد كمية من الأمطار بالجنوب الشرقي أما أقصى الجنوب تبقى سماء صحوة صافية ومشمسة بنسبة لضاهرة إن شاء الله ضاهرة اليوم درجة حرارة دنيا فصلية تماما على جول الولايات الشمالية باستثناء السواحل الغربية 25 درجة تتجاوز المعدل الفصلي في حين نحن سجل الترحمة بين 20 و21 درجة على كل ولاية الوسطى إلى غاية الهدى بالعليا الشرقية 23 إلى 24 درجة بكل من المرتفعة الداخلية الغربية والسواحل الشرقية تتجاوز المعدل الفصلي وارتفاع محسوس في درجة الحرارة على باقي الولايات الشمالية إلى غاية أو باقي الولايات الداخلية إلى غاية شمال أو إلى غاية الجنوب المناطق الجنوبية 29 إلى 30 درجة بكل من الأوراس جيفا مسير الأغواط الجنوب الغربي تيندوفا 33 درجة حنسجل هذا المقياز بالبيد وأنعاما 36 درجة حنسجلها بمنطقة غردة 34 إلى 35 درجة بكل من الوادي وورقلة أيضا المرتفعة السحروية وتعملات نفس المقياس ترتفع أيضا أجواء حرارة ودرجات مرتفعة درجات حرارة مرتفعة بصورة بشار أدار عينسا الاحتمامون إلى غاية إليزي عين أميناس أيضا 43 إلى 42 درجة كأعلى مقياسة ببرج بجي المختار وبعنقزم والأجواء ودرجات حرارة فيها تبقى مرتفعة بالنسبة لمسائل يوم بحول الله درجة حرارة دنيا أيضا تبقى فاصلية تماما على الولايات الشمالية للوطن 10 إلى 11 درجة على كل الولايات الداخلية الوسطى إلى غاية الشرقية والسواحل الوسطى في حين 15-14 درجة بكل من السواحل الغربية السواحل الشرقية 12 درجة بالمرتفعة الداخلية الغربية 18-19 درجة راح نسجلها بكم من جيل 50 الأوات باتنا خشلصو قهرات غالما ميلا وتبسا أيضا البيضون عام 17 درجة 22 إلى 21 درجة على كافة شمال السحراء من الودي وورق لغردية إلى غاية السورة بشار في حين 14 درجة تبقى مترجع نوعا ما بـ 20 دوف أو مستقرة بمنطقة 25 إلى 26 درجة من منطقة برج بجي المختار وستسرع إلى غاية إليزي عين منص أيضا تقريبا نفس المقياسة في حين نسجل 21-22 درجة بكل مرتفعة السحراوية منطقة 25 أيضا تسجل بأقصى الجنوب للملاحة وصيدة البحرية ومشاهدنا البحر بحول الله يبقى قليل الإتراب بسواحل الوسطى قليل الإتراب بسواحل الغربية والشرقية الريح لن تتجاوز 30 كم في ساعة الختام بالمعلومات الفلكية الخاصة بجزر الغاصمة وضوحيها إذن لمتابعتنا تابعونا على أو لتفاصيل أكثر تابعونا على الموقع على الظهر أسفل الشاشة شكركم على حسن الإصغاء والمتابعة أتمنى لكم يا جميل وموفق إلى اللقاء